اشتركوا في القناة وتحسين اداء الحاسوب وكذلك تسريع نقل ملفات بين البرتشينات وحل مشاكل البطء والتشنج اذا دعونا نتعرف على هذا البرنامج وكذلك طريقة تحميله والاشتغال عليه بعد هذا الفاصل اذا كل ما عليك القيام به هو تحميل البرنامج من خلال الرابط الذي سوف تجده داخل تدوين خاص بهذا الدرس وطبعا رابط التدوين اسفل فيديو في الوصف اذا كنت على موقع يوتيوب مباشرة بعد الانتقال الى هذه الصفحة يكفي فقط ان تقوم بالضغط على داونود في هذا المكان مباشرة بعد ذلك سوف يتم نقلك الى صفحة جديدة وتلقائيا سوف يتم تحميل البرنامج على حاسوبك بعد تحميل البرنامج وتثبيته على حاسوبك سوف تجده على هذا الشكل كل ما عليك القيام به هو الضغط على هذه الايقونة مرتين ثم ستنبتق لك نافذة كمسؤول تختار ويه مباشرة بعد ذلك سوف يفتح معك البرنامج على هذا الشكل وكما تشاهد هنا تظهر لك البرنامج الخاصة في القرص الصلب المتبت في حاسوبك وهنا مجموعة من الخيارات الاخرى كما تشاهد من اجل تحسين الالعاب وكذلك التسريع البرنامج وهنا من اجل تحديد بعض البرامج المتعلقة بهذا البرنامج وعند اختيار الخيار الأول وهو تحسين الpartition فكما تشاهد ما عليك سوى اختيار الpartition الذي تريد أن تقوم بتحسين أدائه وتنظيفه وإصلاحه أيضا فمن خلال التعليم على هذا الخيار كما تشاهد بعد ذلك تقوم بالضغط على smart defrag بعد ذلك سوف تظهر لك صفحة على هذا الشكل تقوم بالضغط على we بعد ذلك سوف يتم قراءة جميع الملفات الخاصة بالpartition وبعد ذلك مباشرة كما تشاهد سوف يبدأ في إلغاء تزيئة الpartition وهذه العملية تساهم في إلغاء التشنج الحاسوب وإصلاح كافة مشاكله وكذلك تسريع نقل ملفات بين الpartition والpartition الآخر أو بين الحاسوب وجهاز آخر وكذلك تسريع الحاسوب إذن هذا هو البرنامج أتمنى من صميم القلب أن يكون قد نال إعجابكم وقد استفدتم منه كان معكم كالعادة علي القعيش لا تنسوا اشترك في قناتي على اليوتيوب وكذلك زيارة كافة حساباتي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تنسوا زيارة مدونة رسمية مدونة مجهول معلوماتي anonifoprof.com دمتم في أمان الله وإلى اللقاء إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة